أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشراكة المتميزة التي تجمع مصر والبنك الدولية حيث تبلغ قيمة محفظة تعاون بين الجانبين 5 مليارات و 930 مليون دولار في عدة قطاعات وأعرب مدبولي خلال استقباله وفد المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي عن أمله في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج بناءة وملموسة وأن تفتح أفاقا أرحب لمزيد من التعاون بين الجانبين وتطرق رئيس الوزراء لأهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل السياسات التنمية في أقرب وقت ممكن في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية كما أشار إلى أن الحكومة المصرية أتمت بنجاح جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامج تمويل السياسات التنمية وهي في انتظار استكمال التعاون مع البنك بشأن البرنامج في سياق آخر رحب مدبولي بالمشاورات الجارية لإعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي موضحا أن إطار الشراكة سيركز على خلق مزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص وتحسين مخرجات الشمول وتنمية الموارد البشرية كما أضاف أن الحكومة المصرية تتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي لدعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لافتا إلى أن مصر تعتزم الاستفادة من رئاساتها القادمة لمؤتمر كاب 27 وقيادتها للعمل المناخي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعي العام والخاص والاستدامة والنمو الأخضر وتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر ترجمة نانسي قنقر